موسم لا بأس به في إنتاج فاكهة العنب مقرنة بالموسم الفارد الفلاحون شاهدوا تحصناً واضحاً من حيث المحصول والأحجاب الإنتاج دائماً لا بأس بها رغم الظروف المناخية لأن العنب يطلب تول مياه ولكن بفضل تدخلات المدرية الإقليمية وإخوان الفلاحة حاولنا نلقى صيغة لإنتاج لا بأس به محصول هذا الموسم ورغم درجات الحرارة المرتفعة والتي تؤثر سنباً على زراعة هذه الفاكهة وغيرها من العوامل إلا أن الرؤى المتبصرة في إنقاذ المحصين لمخطط المغرب الأخضر مكنت من الحصول على نتائج مثمرة كما هو الحال هنا ببن سليمان نحن اليوم تنتواجد فيها الضيعة هذه اللي استفدت من المشروع دي المخطط المغرب الأخضر اللي تحويل زراعة الحبوب إلى الأشجار العنب تحت سيادات المولوية لصاحب الجلالة نصرها بالله بالنسبة لنا نحن كمديرية إقليمية أو جهوية أن الدور دينا اللي كلبوه هو الإرشاد الفلاحي وكيفية استعمال المياه السقي بالتنقاط باش ما يبقاش دك السقي العشوائي موسم حصاد فاكهة العنب استهل في مايا المنسرم بحلول فصل ربيع مرتفع الحرارة واستكمل شهر يوليوس كم عرف تباينا بين المناطق حيث يعد أفضلها مراكش هذه السنة رغم تأثر هذه الفاكهة بالإشهاد المائي